قبل ما نتكلم عن الأهل يوزي مالك بقى أنت دخلتنا في كرة اليد فقلنا بقى قراءتك لأداء المنتخب خلال الفترة اللي فاتت والمباراة اللي جاي احنا البحرين النهاردة اعتقد النهاردة فيها 4 ونصف بعد بكرة فيه بقى الدنمارك اللي يكون الأصعب يعني وبقى عندنا 2 اوبشنز أو حلين قدام الدنمارك كمان كون أن الدنمارك خسرت فيه الجولة التانية بالنسبة ليه الجولة الأولى بالنسبة ليه جولات المين راون أو دور الرئيس بالنسبة ليه بطولة العالم الكرة اليد ومن ثم بقى فيه فرصة أنت كمان تتعادل كمان مع الدنمارك مش بس أنت تفوز لو فوزت النهاردة على منتخب البحرين ولو يزعلوني النهاردة لو ما عملوش فرق عشر أهداف مستريح يعني أمام البحرين لأن منتخبنا الوطني لكرة اليد منتخب صفوة في العالم ومنتخب مرشح وبقوة للمنافسة على لقب فمنتخبنا قوي ومنتخبنا قادر وهو تفوق في الجولة الأولى بالنسبة لي الدور الرئيس هو طبعا خاد أربع مبارات ثلاث مبارات في الدور التمهيدي وفاز فيهم وبعدين فاز في البداية مع منتخب بلجيكا بيقدم شكل قوي جدا عن مستوى التكتيكا وحتى الروتيشن اللي بتعمل من بروندو باسكوال المدير الفني الإسباني لمنتخبنا الوطني عامل حالة حلوة أنه مجهز كل لعبين وحتى البودلة لما قلنا أنه يحيخل المصابقة وإحمد الأحمر اعتزل دوليا لكن البديل بثقة المدير الفني خلى يطلع أفضل ملديه وأحسن كمان زي محصن رمضان زي مهاب سعيد عنده 19 سنة لعيب صغير ولكن بيحير على أرض الملعب ويقدر أنه يعمل شغل كويس جدا فأنا شايف أن المنظومة بشكل عام قوية جدا منتخبنا يفوزه النهاردة يضمن التأهل وبإذن الله يلعب أمام الدين مارك في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة تسعة ونص مساء بتوقيت القاهرة يوم الاتنين بإذن الله مع الدين مارك عنده حلين عشان يتصدر عشان يبعد عن السويد اللي هي المنظمة في الدور ربع نهاية بإذن الله ويلعب أمام آيسلندا المجر النهاردة مباراة على حسب مين هتحسم ببين تلت وربا لأنه برطوغال هتواجه السويد فغالباً برطوغال هتخسر من السويد فهيبقى آيسلندا أو المجر كده كده الفرقتين في إدينا نقدر أنه إحنا لهم مش أصعب من الدين مارك أو مش أصعب من كمان كروات اللي احنا إدينا فرق تسعة وهيبطل على المثلوني وتلت ورنصر